بسم الله الرحمن الرحيم معلش هنكمل مع حضراتكم اللايف قطع وإحنا مع الله يعني وقت ما يحب يعني إيه يظهرنا يظهرنا وقت ما يقطع نكمل مع بعض فكنت بقول لحضراتكم إن إحنا أنا نيتي في العشرة إن شاء الله الأوائل من ذي الحجة إن إحنا نتقابل مع بعض في كل مرة نتكلم على قاطع من القواطع اللي بتخلي الإنسان ما يارفش يستقبل هذه المعاني الربانية والواردات الربانية اللي بتهدي الإنسان لطريق ربنا أو بترأي الإنسان في حياته وساعات الواردات الربانية بتبقى نتيجة استخارة إنسان يستخير فيجيله معنى من ربنا اختار الطريق ده بنحتاج إن إحنا نجهز لهذه الواردات الربانية عشان كده ابن عطاء الله السكندري كان يقول موارد الإمداد بحسب الاستعداد وشروق الأنوار بحسب صفاء الأسرار معنى الكلام إيه؟ إن القلب ده عمز الأرض لو الأرض ديه جهزة والأرض ديه من جواها صالحة للإنبات أول ما المية تسقي الأرض تنبت أجمل الأزهار فحسب استعداد الأرض الأرض مش بور حسب استعداد الأرض المية هتنزل تبقى جنة وكذلك القلب موارد الإمداد الثمرة من المدد الرباني والمعنى الرباني موارد الإمداد بحسب الاستعداد وشروق الأنوار أنوار يعني الارتقاء الارتقاء في السلوكياتي وأخلاقي وطريق لربنا ونظرتي الحياة والأخرتي وشروق الأنوار بحسب صفاء الأسرار صفاء القلوب والنفوس والأرواح ده دورنا إن شاء الله مع بعض في كل يوم في العشرة الأوائل من دي الحجة إن إحنا نجرب إزاي نستعد للمعاني الربانية بحيث إن إحنا نطلع بإذن الله بعد العشرة الأوائل دول نطلع متمرنين على استقبال واردات المعاني خلاص بقى اتفقنا على الكلمة دي معناها الوارد يعني شيء يشبه الوحي الرباني الإلهام الرباني زي ما نزل كده على ستنا أم موسى هنتمرن مع بعض كل يوم أقول لكم على قاطع من القواطع اللي بيعمل حجاب على القلب يخليه ما يشوفش ربنا سبحانه وتعالى ويشوف المعاني اللي ربنا جل في علاها يبعتها في الله بسم الله الرحمن الرحيم ده من بكرة بإذن الله بغض النظر بقى يوم الحد واحد أو يوم الاتنين من بكرة إن شاء الله كل يوم إن شاء الله الساعة واحدة نتقابل مع بعض في خاطرة الفجر ونتكلم عن قاطع من القواطع اللي بتقطع القلوب عن استقبال واردات وإلهامات ربنا سبحانه وتعالى عشان نزيله ونكمل حياتنا وإحنا مع الله شايفينه بقلبنا وبنستقبل عنه سبحانه وتعالى اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد كما ينبغي لقدره ومقداره العظيم اللهم صلي وسلم وبارك على راحم المساكين اللهم صلي وسلم وبارك على شفيع رب العالمين يا رب ائذن لنا بحسن ذكرك وشكرك وعبادتك في هذه الأيام اللهم ائذن لنا بشريف عبادتك اللهم ائذن لنا بشريف صيامك اللهم ائذن لنا بحسن قيامك اللهم ائذن لنا بصدقات تخرج منا إلى أناس نلقاهم بها عند العرش يوم القيامة اللهم ائذن لنا في صدقات تخرج من جيوبنا ومن أموالنا إلى أناس يكونون شفعاء يوم القيامة لنا بين يديك اللهم ائذن لنا بإيصال سنة رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم ائذن لنا بنشر رحمة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من الفراق والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق يا رب العالمين يا ربي بلغنا العشر الأوائل من ذي الحجة وأنت راضي عننا افتح لنا أبواب طاعتك وافتح لنا أبواب رحمتك ثم افتح لنا أبواب جنتك يا مولى الموالي وصل اللهم وسلم وبارك على رحم المساكين والحمد لله رب العالمين شفكم إن شاء الله تدامين بكرة السلام عليكم بسم الله